طيب أنا عايزة أوريك لقطة بعد إذاً اتفضل هتقولي يا جماعة اللقطة بتاعت مروان حمدي عشان عايزة تسمع رأيي كابتن ميمة عبدالرازي أنا بتكلمينها واحد من الأسماء الكبيرة في المصر يعني ومروان نفسه اتدرب مع كابتن ميمة عبدالرازي اللقطة اللي كان فيها مروان حمدي دخل في اشتباك الله عظيم مع جمهور النادي المصر وبصق يعني ده كفماتش بيراميدز الموقف ده رأيك فيه إيه؟ لو كنت موجود في الجهاز الفني النادي المصري كانت تصرفك هيبقى إيه مع مروان؟ أولاً مروان غلطة طيب مافيش كلام مافيش كلام 200% طبع مهما كان زحيان انت لعب في الملعب الجمهور ده هو اللي بيحميك وهو اللي بيحبك وانت اتعرضت المواقف لازم يكون عندك سباة انفعالي انت بصراحة يعني اشتغلت مع مروان اشتغل معايا بأدب واحترام وكل حاجة وكنت الحمد لله برضو محجمه في العلاقات اللي كانت حصلت كان فيه موقف برضو حصل معين بالنسبالله ما حضرتوش بالنسبالله كان فيه موقف حصل في النادي المصري موقف بعد ماتش بعد ماتش السراميكا في نهاية كسر ربطة ايه تعرضت برضو للكيل وقال والكلام ده وبتاعه مش عارف ايه فمروان دي غلطة كبيرة جدا لان جمهور برسعيد هو لازم يعرف برضو مش بدافع وبزايد جمهور برسعيد جمهور عظيم بيحب فرقته وبيحب الكلام ده في دي انا مروان غلط كبير جدا 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 اللي انت تعمل هذا الموقف بصراحة فانت برضو كالععيب لازم يكون عندك سبات مفعالي لان الجمهور ده بالذات الاندية الشعبية وزي جمهور النادي المصري ايه انا شفتهم بعد ماتش الفوتشر اللي هو بتاع كاس الرابطة نايمين في من اول برج العرب لغاية برسعيد العربية توقفة عالطريق الناس في الشارع الماتش كان بالليل لغاية الناس رواحد تاني يوم الساعة ستة الصبح فالجمهور ده ما كانش يتعامل معه الموقف ده فانا بعتب عليه كاميرون مروان لازم بيعتذر اعتذار غير عادي لكل الناس والموقف في الاخر في ايد ادارة النادي والمدير الفني acağım ادارة الناس estas هي بالليل هنا بwd هو الناس اعمجا اضع abo و